اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام معنا جديد ببرنامج الحكيم السياسي وبسنة يرحب بالباحث والكاتبة السياسي دكتور وقال لجم اهلا وسهلا فيك يعني بداية قبل ما بلش بموضوع الانتخابات وصلنا على مرحلة الارتطام الكبير يلي حكيوا عنه رح نوصله بعد الانتخابات تحية لك اولانوى لمشاهدي الحكيم السياسي وللمتابعين ايضا عبر صفحات تواصل اجتماعي اليوم دولار 35 الف او قارب ان يصل الى 35 الف ليرة صفيحة البنزين 600 الف ليرة صفيحة المنزوط 700 الف ليرة ربما او اكتر غلاء فاحش على كل المستويات لا ادري ان كان هناك بعد اكثر من ذلك حتى نقول هناك ارتطام الشعب اللبناني وصل الى حالة صعبة جدا على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى المعيشي انا تقديري نعم انا اقول اليوم هذه اكثر من حالة الارتطام الا اذا كان المقصود بالارتطام هو ان ينهار البلاء بشكل كلي وان تسود الفوضى والفراغ هو هيدا المتوقع وان تخرج الامور عن نطاق السيطرة الامنية للأسف او شيء من هذا القبيل اذا كان المقصود بالارتطام هذا الشيء فهذا لم يحصل الى الان ونأمل ان لا نصل اليه وان لا يحصل وان يكون هناك نوع من التفكير العقلاني وان يسود منطق الحكمة عند القيادات الجديدة التي صعدت اليوم والقيادات الموجودة ايضا جراء الانتخابات النيابية التي حصلت وان نهدئ من روعنا قليلا لنحافظ على البلد وكي لا نصل الى الارتطام الكبير بالمعنى الذي نتحدث عنه او المعنى الذي اشرنا اليه اما اذا كان الارتطام على المستوى المعيشي والاقتصادي والحياتي للناس فحدث ولا حرج هناك اكثر انا اقول اكثر من ارتطام بعدنا بالبداية على المستوى الاقتصادي والمعيشي والحياتي الامور صعبة جدا عند الناس صارت الان ليست سهل على الاطلاق الان عليك ان تتخيل الموظف في القطاع العام الاستاذ الجامعة او الاستاذ في المدرسة الثانوية او رجل قوى الامن او الجندي في الجيش او الى اخرى كم رواتب هؤلاء الناس اليوم لا شيء قياسا بالدولار الامريكي 34000 ليرة امس كان التداول يجري بالدولار في السوق السوداء فهذا ليس ارتطام على المستوى المعيشي والاقتصادي ماذا قدمت هذه الانتخابات يعني اليوم على اي مشهد رايحين من بعد الانتخابات هذه الانتخابات لم تشهد تغييرا كبيرا لكن التغيير الذي حصل له تأثير سيكون كبير اهم انا تقديري اهم مسألة في نتائج الانتخابات التي حصلت ان ايا من الاطراف السياسية الاساسية او دعنا نقول الفريقين الاساسيين نحن في البلد نعيش حالة انقسام سياسي عمودي بين فريقين اساسيين وينضوي في كل فريق فرقة اي من الفريقين السياسيين الاساسيين لم يفوز بالاكثرية المطلقة في المجلس نيابي وبالتالي فقد امكانية تكوين السلطة من جديد بمفرده وفقد امكانية تشكيل حكومة جديدة ايضا بمفرده هذا يجب ان يدفع اليوم في المجلس هناك نوع من التوازن اذا شئت هذا يجب ان يدفع الاطراف المعنية الى نوع من التفكير الهادئ والعقلاني والى قراءة نتائج الانتخابات بقراءة هادية متأنية وليس قراءة ان يبقى كل طرف وكل فريق سياسي وكل شخصية متمسكة بموقفها ومتمسكة بطرحها وتريد ان تخوض معركة صفرية تجاه الفريق الاخر يعني تحديدا ما اعلنه السيد حسن نصر الله اما تعاون اما فوضى ليس الامر بمسألة تعاون او فوضى هو السيد نصر الله تحدث عن هذا الموضوع في كلمته الاخيرة وقال اعترف اولا ان اي فريق لم يفز بالاكثرية ودعا الى ان يكون هناك نوع من الحوار ونوع من النقاش من اجل ان يكون هناك تعاون للمرحلة المقبلة اليوم في مقابل ذلك علينا ان لا ننسى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة قبل يومين من كلامنا صلى الله كان يتحدث بصغف عالي مرتفع جدا وفي مقابل ذلك الاطراف الاخرى في الانقسام السياسي ايضا كانت تتحدث او بعضها دعنا نقول يتحدث بصغف عالي جدا هذا مفهوم خلال فترة الانتخابات من اجل شد العصب السياسي والناخبين هذا مفهوم بعد الانتخابات مباشرة ان يكون هذا الخطاب مقبولا اما من الان وصعدا اللبنانيون يجب ان يفكروا بطريقة مختلفة لاجاد واشتراح حلول الازمة التي نعيشها وإلا نحن سندخل في دوامة فراغ ودوامة دوامة للأسف مراوحة للحالة القائمة حاليا وهذا لا يعطي نتيجة لأي طرف من الاطراف يعني اليوم في المجلس النيابي من يستطيع صار فيه ثلاثة قوة فيه اربع قوة اذا شئت لان فيه المستقلين هذي منضويين منهم مع اي فريق وفيه قوة المجتمع المدني التي تصوي نفسها القوة التغييرية يعني احنا فيه زي ما قلنا هناك القوة التي تسمي نفسها سيادية وهناك القوة الاخرى التي تسمي نفسها ثماني اذار او حلفاء حزب الله وبين اتنين فيه فريقين المستقلين والمستقلين الذين يصنفون انفسهم في خانة الاستقلالية حوالي 15 نائب تقريبا وفيه القوة التي تسمي نفسها انها قوة تغييرية تمثل المجتمع المدني هلأ هي كل هالتسميات اخر شي ما فينا نطبق مية بالمية على اي حدا لانه انت ممكن تكون مجتمع مدني وانا ممكن تكون مجتمع مدني واليوم ممكن تكون مستقل وحتى القوى السياسية التي نصنفها في هذا الفريق او في ذاك وهي من نطبق مية بالمية يعني اذا رحنا على الفريق اللي مع حزب الله سنجد ان التالي الوطن الحر وحركة امل هناك بيناتهم من التناقض ما شئت ان تقول في الفريق السيادي الذي يصنف نفسه السيادي ايضا هناك نوع من التناقضات الموجودة وان كانت تتفق على العنوين الرئيسية الاساسية ربما فبالتالي نحن في المجلس النيابي الحالي الذي ينبغي ان يعقد جلسته الاولى قريبا هذا المجلس ما في غلبة او اكترية لاي فريق اما يتفاهم بكل نوع من التفاهمات والحوارات واما سندخل فيه اذا كل واحد كل قوة سياسية ستبقى على موقفها طيب شو العمل؟ من يستطيع مشارك الحكومة؟ برأيك لكل استحقاء اكتريته رح يكون؟ رح نشهد اكترية لكل استحقاء؟ اي ممكن ممكن كل استحقاء من الاستحقاءات المقبلة قد يكونها اكترية مختلفة عن الاولى لانه انتخاب رئيس المجلس شيء تسمية رئيس للحكومة شيء تشكيل الحكومة شيء انتخابات رئيس الجمهورية غدا شيء اخر فكل استحقاق نعم قد يكون له اكترية التفاهمات قد تكون على القطع تختارف من الاستحقاق ايوه على القطع بين القوى الرئيسية والقوى الاخرى القطع يعني بالضبط كثيرين من الاحزاب ومن الشخصيات اللي انتخبت قالوا رح نشتغل على القطع بزرح بزرح كان بارز تراجع حصة الثنائي امل وحزب الله شو الاسباب؟ هل هيدا التراجع هو سببه؟ السياسة العالم عم بتحاسب بالسياسة؟ ولا هناك تململ من الوضع الاقتصادي والمعيشة حتى عند هذه الطائفة؟ شوف اندل اذا اردنا ان ندقق بالارقام كفريق يعني امل وحزب الله والتالوطن الحرمان هذا الفريق المنضوي في اطاره ما يعرف كان بثمانية اذار تراجع اذا رحنا لكل الحصة من الحصص هايدي امل وحزب الله ما تراجعوا يعني عدد الكتل النيابي لامل وحزب الله حافظت على وضعها بل بيموز دوجين استأثر هذا الثنائي بكل المقاعد الشيعية في المجلس النيابي في حين ان الفريق كفريق عريض نعم تراجع تقلص دوله الان هذا الفريق ربما عنده شي 59 او 60 نائر بس تثبت الاقتراع كمان بالشارع الشيع الان صح صحيح بالضبط هذا التراجع على مستوى الفريق يعني كل رموز النظام السوري وهذا كان ملفت الحقيقة كل رموز النظام السوري الذين كانوا حلفاء الحزب الله في السابق سقطوا في هذه الانتخابات هل هناك قطبة مخفية اخفت شيء ما حول هذا الموضوع ام ان الناخب اللبناني صب جامع غضبية على هؤلاء على هذه الشخصيات ام ماذا هو البارس كان خسارة رموز يعني الشخصيات اللي هي تعتبر من الرموز السوريين بلبنان هيدا هو اللي خسرن اذا بدك الاكترية اليوم من بعد تحركات سوريا بالمنطقة عودتها الى حد ما الى علاقات من الناد للناد يمكن مع بعض الدول العربية خروجها من عباقة ايران بشكل تام كلام الوزير وهاب مبارح بيقول انه نحنا كنا رايحين لانشاء كنت لي خارج تكتل حزب الله الكبير هل هيدا كله قريح حزب الله قبل بوقت وكان مقصود اسقاط هؤلاء الرموز الساس جيمي اليوم نحن كنا في لبنان قبل عام 2005 كان معروف لبنان وقع تحت ما يصمى بالوصاية السورية الاحتلال السوري الاحتلال السوري الوصاية السورية سميها ما شاء نعم وقع تحت هذا الأمر من بعد انتهاء الحرب الاهلية المشؤومة الى العام 2050 الان عندما خرج السوري من البلد لورث التاركي في ادارة المنظومة هذه هو حزب الله الان ليس انا تقدير الشخصي ليس من مصلحة حزب الله ان يسمح للنظام السوري بالعودة لان يكون اللاعب الاساسي في البلد ولذلك انا تقدير نعم حزب الله لو اكتشف في لحظة من اللحظات ان هناك ما قاله الوزير واموهاب ان هناك توجه لتشكيل جبهة او كتلة نيابية تكون على علاقة مباشرة مع دمشق مع النظام السوري خارج التنصيق مع حزب الله انا تقدير نعم يمكن حزب الله ان يعمل لإفشال هذه القطوة لانه يخرج يضعفه في الساحة اللبنانية ويأخذ من يده الورقة التي يتحكم بها ويجعل هناك نوع من المنافس وهو لذلك هو انا تقدير نعم هو ليس بوارد ان يسمح بمثل هذه القضية لو صارت ومن هنا نعم يمكن ان يكون نتيجة الانتخابات وسقوط هذه الرموز للنظام السوري فيها قطبة مخفية سيكون الزمن بكفيل كفيل بكشفها قال الوزير طرال الارسلين رح نبلش بمحيصة بيت حلفانا قبل أخصام صحيح هو اللي كشفوا الحقيقة المهم اللي تحدث عنه الوزير وقامه هاب قال كان فيه تنصيق لقيام كتلة من 14 ل 15 نائب على علاقة بدمشق مباشرة نعم فهيدي مين وجه صفحة لهم أكتر الحزب يعني حزب الله ولا وليد بيك جنبلاط هلأ وليد بيك جنبلاط دائما كان وليد جنبلاط أنا تقديري خرج منتصرا وفائزا من هذا الاستحقاق هو استخدم لغة أثار فيها القلق والهواجز في الجبل عند الموحدين دروز وتحت عنوان أن هناك من يريد أن يقفل بيت المختارة أو قصر المختارة وهذه تشكل حساسية عالية جدا عن شريحة واسعة جدا من الموحدين دروز واستفاد من هذا الموضوع وربما ربما عقد بعض الصفقات بين مزدوجين من تحت الطاولة مع أطراف أخرى هي أدت إلى هذه النتيجة يعني صار في تنسيق بين حزب الله ليس بالضرورة مع حزب الله حركة أمل واضح الموضوع التنسيق مع الرئيس بري أنا تقدير يعني الخرق بالجنوب هو خرق مقصود شوف في الجنوب أنا ابن هذه الدائرة على فكرة دائرة جنوب الثالثة نعم أنا ابن هذه الدائرة وفي هذه الدائرة كان نسبة الاقتراع الشيعي لم تكن عالية كالمرات السابقة لم يعطى أسعد حردان رئيس الحزب القومي ولا مروان خير الدين مرشح المرشح التفاهم على فكرة هو صحيح كان مرشح تفاهم بين جنبلاطو وأرسلين مع الرئيس بري لم يعطى أصوات تفضيلية من الناخب الشيعي على العكس من ذلك أن الناخب الدرزي وجه أصواته باتجاه التفضيلية طبعا باتجاه الحمدان في راس حمدان في مقابل في مقابل أيضا أن هناك من في اللحظة الأخيرة عندنا كانت ثلاثة لويح في هذه الدائرة عمل على إبعاد لائحة منهم وحصر المعركة بين لائحتين فقط لائحة التي يشكلها أمل وحزب الله واللائحة الأخرى التي سميت بلائحة التغيير ومن هنا جاء الخرق وأقول هناك قطبة مخفية في هذا الموضوع الزمن كفيل بكشفها طيب في قطبة تانية معقول تكون مقصودة خسارة حزب الله الأكثرية تعتبرها هي قطبة كمان اليوم لأنه قدام الاستحاءات اللي جاي قدام هول الكارثة اللي قادمة على لبنان اقتصاديا وسياسيا وإلى ما هناك يعني في عندك حتى موضوع ترسيم الحدود عندك السحاءات كتير كبيرة اليوم حزب الله أخذ مننا موقف ما فيه تراجع ممكن خسارته هذه الأكثرية هي مقصودة كرميل أي تراجع بهذه المواقف ما تنحسب عليه هو بالتحديد هو أهم أهم مسألة وأهم تحدي اليوم عندنا نحن التحدي الاقتصادي وقل المعيشي وحزب الله لم يستطع يعني صندوق النقد كان أول شيء معرضه بالضبط وحزب الله والحكومات حكومة الرئيس حسان دياب وحكومة الرئيس نجيب ميقاتي لم تستطع إلى الآن أن تجد حلا لهذه المعضلة وبالتالي لأنها تريد أن تدخل مفاوضات أو دخلت في مفاوضات مع صندوق النقد ولم تقدم شيئا أنا التقديري نعم حزب الله يمكن يكون قد استفاد هو ربما عمل لأخذ الأكثرية لكنه عندما عندما يستفيد من هذه الحالة الحالة الواقعة حاليا بحيث أنه يدفع بقوى لتكون هي في الواجهة من أجل حل الأزمة الاقتصادية المفاوضات مع صندوق النقد ربما مسألة الترسيم الحدود والمفاوضات بهذا الملف أو غير ذلك أما في القضايا الأساسية والكبرى هو يريد أن يحتفظ لنفسه بأكثرية في المجلس النيابي وهو على فكرة هو الشيخ نعيم قاسم تحدث عن هذا الموضوع وحكي عن 77 نائب صحيح بس ما لشي يسمح لنا الشيخ نعيم حكي عن 77 نائب ضد يعني مع مقاومة إسرائيل يعني مفترض 128 يكونوا ضد مقاومة إسرائيل إلا إذا بعد كنتوا بتصنفوا ضمن الداخل هيدا عدو هيدا عميل وهيدا غير موضوع صحيح بالضبط ما أشرت إليه هو تحدث عن 77 في الخيارات استراتيجية الكبرى بيأ هذا خطأ طبعا بكل تأكيد هذا أنا تقديري كل اللبنانيين كل اللبناني يعني صار رشو عم بيزيد علينا موضوع كل اللبنانيين يجاهرون بعدائهم للكيان الإسرائيلي ولكن في تفاصيل إلى علاقة بقضايا أخرى لكل لكل لبناني وجهة نظر فيها قد يتفق فيها مع حزب الله وقد لا يتفق مع حزب الله أنا تقديري هذا التصريح لم يكن موفقا خاصة للناحية التي أشرت إليه حضرتك ولكن الآن أقول أنه هو الآن عنده 60 نائب أو 59 نائب في المجلس هو يعتبر في الخيارات الكبيرة هو مؤمن حاله بيعتبر هالشي هاي وفي التفاصيل الداخلية نختلف ونتفق على الجزئية فما عنده مشكلة أنا تقديري هكذا يدير اللعبة الآن الحزب في المرحلة التي تلت الانتخابات هلا الإشكالية اليوم كيف ستتعاطل الأطراف الأخرى مع هذا الطرح هل هل ستتناغم معه فيه هل ستفكر بطريقة أنه المرحلة التانية مفود بتفاهمات معينة أم تبقى المعركة قائمة على هذه العنوين وعندها أنا تقديري البلد بروح إما باتجاه استمرار الأزمة والمراوحة وإما ممكن نروح باتجاه إعادة الانتخابات أو انتخابات مبكرة أقول نرجع نروح على انتخابات نيابية هلأ هو اليوم طبعا الأصل ما نروح لكن إذا سد الأفق السياسي إذا نسد الأفق السياسي ونحن أمام أزمة اقتصادية حياتية خانقة وما بدنا نروح على الفوضى شو الحل ما في تفاهمات من ناحية ونسد الأفق السياسي من ناحية تانية سيد يعني انتخابات نيابية مبكرة بيعملوها ببلد في مشاكل ولكن شو نفع نرجع نعمل الانتخابات نيابية مبكرة وفي السلاح لا هو الفكرة هو الفكرة أنا أتحدث أستاذ جيمي عن مسألة اليوم في المشهد البلد رأي على المشهد المشهد القائم حاليا في أزمة فيه أنا برأي الأزمة الاقتصادية هي أساسها سياسي وأنا تقديري إذا حلت الأزمة السياسية ينفرج الكثير من الأزمة الاقتصادية بمعنى مرتبطة مرتبطة وتأثيرة وفق الأساس سياسي وأنا تقديري وليس اقتصادي معيشي فلذلك أمام انسداد أفق الحل السياسي الآن في البلد شو بتعمل أنت وفي أزمة اقتصادية مترافقة مع انسداد هذا إما أنت بدك تعمل تفاهمات يعني الأطراف المعنية نحن الآن منيح اليوم الصراع انتقل لداخل المجلس النيابي يعني حتى أمامس كان مشهد جيد أنه أزالوا من محيط المجلس هذه المعوقات اللي كانت موجودة والبلوكات السمنت وإلى آخره وفتحت الطرقات في محيط المجلس فاليوم خلينا نقول انتقلت المعركة إذا صح أن نسميها معركة إلى داخل المجلس النيابي ممتاز إذا قدرت هالناس هالمكونات الموجودة التي تمثل الشعب اللبنان الآن تقدر تقنع حزب الله أنه تخلي سلاحق على جنب أو أعطينا سلاح ويقتنع معك يمكن ما يقتنع يمكن الطرف الثاني شي سهل الحكي طبعا نحن عم نفترض فراضيات ويمكن الطرف الثاني يقول والله نحن أمام المشهد القائم والقاتم هيدا للأسف مضطرين نعمل تنازل الرئيس الحريري يقدم كثير من التنازلات وآخر شي طلع هو تنازل وطلع بره ما تنازل إلا على ظهر الناس على فكرة مش مشكلة صحيح فاليوم إما منروح على تفاهمات عند ذلك طيب إذا ما حصلت التفاهمات إذا ضل كل فريق حزب الله متمسك بسلاحه والطرف الآخر متمسك بنزع سلاح حزب الله والطرف وحزب الله يريد حكومة من حكومة وحدة وطنية والطرف الآخر يريد مثلا أنه لأ بدنا نحن حكومة أكثرية هي إذا قدرت يا حزب الله تقنع بعض النواب وتعمل حكومة أكثرية مبروكة عليك وإذا نحن قدرنا أقنعنا بعض النواب التغييريين أو المستقلين بالوقوف معنا وعملنا حكومة أكثرية فسنحكم البلد طيب إذا ما صارت هاي ولا صارت الأولى طيب آخر شي إما تستمر الأزمة وكل واحد قاعد ببيته كل واحد قاعد بمترسه بمطرحه والأزمة تستفحل وهذه ممكن لاحقا تأخذ البلد على فوضى فوضى اجتماعية ما شرط فوضى مسلحة وإما بآخر شي ممكن يقولولك خلينا نروح نعيد الانتخابات بمعنى نعيدها مش بمعنى أنه النتجة مش مزبوطة بمعنى أنت نحتكم مجددا إلى الشعب اللبناني وشوف نحنا على مدى خلينا نتذكر شوي صغير على مدى السنتين الأخيرتين حد منا بفلسطينة المحتلة عند الإسرائيليين عادوا الانتخابات ثلاث مرات ستة شهر تقعد الحكومة أو أكتر شوي الله هدولك شو عباله هدولك بيتخانق وبيعطل على شيارات كان بيستهل ويعيشوا عيشتنا بس يعني حضرتك أنت بتسرد هذه إذا بدك الافتراضات اللي ممكن نوصلها شفت هيك وكأنه وليد بيك جنبلاط هو يلي بيقول وين الأكترية هو يلي بيقول وين الأقلية هو يلي بيقول إذا رايحين على انسداد وهو يلي بيقول إذا رايحين على انفراج بتوفي على هيدا رجع اليوم رجع اليوم الحزب الاشتراكي هو بيضة الابان بالمجلس الحالي لك أنا إذا بكتصنفها هايكي أنا بقول هايدي ذكاء وشطارة وليد بيك جنبلاط بالألفين وتسعة بعد الانتخابات انسحب من أربعة عشر كمان حظ يعني هون بيعملوا أكترين هون بيعملوا أكترين سيد جيمي هيدا رهن أيضا هيدا خلينا نقول نحن رهن أداء المستقلين وأداء القوات التغييرية من هني قادرين يلعبوا هالدور هاي جنبلاط في مواقف حادة بينه وبين حزب الله نعم وفي مواقف حادة بينه وبين كل يعني هون متفاهم مع بري بالفريق الآخر بس ما سوى ذلك لا التفاهمات منها مظبوطة حتى بينه وبين تالوطن الحر هناك هناك صحيح فجو كبير يعني فبالتالي إذا القوات التغييرية والمستقلين هم الأقدر قدرة أو الأكثر قدرة وتقديري أنا للعب هذا الدور والقيام بهذا الدور هو دور المرجح الكتلة المرجحة في المجلس وما بيعطوها لوليد جنبلاط إذا تموضع التغييريون والمستقلون في فريق من الفريقين إلى جانب فريق من الفريقين نعم صحيح وليد جنبلاط وكتلة اللقاء الديمقراطي تستطيع عند ذلك أن تكون هي الكتلة المرجحة وزي ما قلت بيت لابين وأنا بالتأدير هذه ما راح تكون بكل الملفات ممكن بملفات يتاح للقاء الديمقراطي أن يكون هو المرجح الكتلة المرجحة أو بيت الأبان وفي ملفات تانية لا ما راح يكون عندها القدرة هاي لأنه استفافات التغييريين والمستقلين بر يكونوا بكل ملف إما هون إما هون أو لحالهم أو بمطرحة تالتي وهون وليد جنبلاط وكتلة اللقاء الديمقراطي بيكون عندها القدرة هاي هو دايما هاي المؤارنة بنعملها لأنه كتلة حزب الله وفريق تمانيقدار هي متماسكة أكتر من باية الكسر الظبط صحيح ممكن يرجع حزب الله إلى خيار مشاكل أمنية بالبلد في حال ما قدر حكم كله وارد كل شيء البلد نحن هو السيد نصر الله قال بالخطاب فوضى وتلبيحك عن فوضى تحدث تحدث عن فوضى وفراغ وال البديل عن هذا الموضوع تعاون هاي دي كل واحد ممكن يفهمها على طريقة ممكن تفهمها أنه هي نوع من الإشارة أنه يا جماعة خلينا ننتبه لحالنا وممكن واحد يفهمها أيضا على أنها رسالة أيضا أنا ما بقدر أحكم طبعا شو اللي كان عبي يقصده من هذا الموضوع لكن بكل تأكيد حالة الفراغ الموجودة والمترافقة مع انسداد أفخ سياسي والمترافقة أيضا مع أزمة اقتصادية ومعيشية حادة وغلاء كل يوم عمال يرتفع أقله لو ما صار فيه لو ما صار فيه مشاكل أمنية بالمعنى السياسي فيه مشاكل أمنية بالمعنى الاجتماعي يعني بمعنى السرقة والتشريح وبتبطل قادر كمان هيدا بتعمل مشاكل أمنية بكل تأكيد وهيدا أيضا بيخلي البلد مكربج على طول معقول حزب الله يخذنا على حرب جديدة مع إسرائيل ويكون زريعتها الأسبوع المقبل المقبل عم ينحكي عن هدم المسجد الأقصى بفلسطين المحتلة ممكن حزب الله يخذها ذريعة ليفتح مواجهة مع إسرائيل وينقلنا من مطرح لمطرح تاني أنا برأي أنا برأي هذا الموضوع الآن لا إسرائيل بوارد تفتح معركة وفي نصائح أمريكية أزديت للحكومة الإسرائيلية في شهر رمضان بموضوع الهدم بمسيرة الأعلام اللي كانت خلال شهر رمضان وكان في تصعيد وتوتر عالي جدا في القدس كان في نصيحة أمريكية أزديت للحكومة الإسرائيلية بعدم التصعيد الأمريكيين عندهم ملفات أخرى الآن أكثر أهمية من المنطقة هنا خاصة في الموضوع الحرب الروسية الأوكرانية وأمس برز معطى آخر في موضوع اليابان والصين بحر الصين صحيح كيم بايدون بتوكيو صحيح فبالتالي الأمريكيين ليسوا بوارد فتح هذه الجبهات الآن والآن أيضا الحليف العمق الذي يستند إليه حزب الله في إيران الآن يعيش أيضا نوع من الأزمة علينا أن نتذكر خلال يومين أخيرين تحدثت الأنباء عن اغتيال ضابطين في الحرس الثوري الإيراني في أزمة اقتصادية خانقة على الجمهورية الإسلامية في إيران طبعا الملف النووي وقف يعني وصلوا لتفاهومات يحتاج إلى إخراج سياسي أو تفاهومات سياسية أمس الإدارة الأمريكية أبلغت الحكومة الإسرائيلية أنها لن ترفع الحرس الثوري عن قوائم الإرهاب كل هذا أنا تقديري إسرائيل إسرائيل مش بوارد أنا بتقدير ليس في وارد التصعيد الآن يعني ما رح تهدوم المسجد هذا هذا ليس كلام رسمي عند الحكومة الإسرائيلية هناك مجموعات ضغط عند المتدينين الإسرائيليين هم الذين يضغطوا بهذا الاتجاه من أكثر من جانب من جانب سياسي وقضائي ومن خلال الشارع لكن لكن هذا الموضوع أنا تقدير مش رح ينحسم لا رح يروح للآخر في مقابل ذلك أيضا الفلسطينيين أيضا هم ليسوا في وارد طبعا الذهاب إلى حرب مفتوحة لهم مصلحة أن يزيلوا الضغط على الحكومة الإسرائيلية بالضف الغربية والأرس مش يروحوا على حرب مفتوحة لذلك أنا ما بتصور الخيال رايح باتجاه أن حزب الله هل يفتح معركة تحت هذا العنوان لا أظن ذلك إلا إذا تطورت الأمور وتدحرجت باتجاه لبنان لسبب من الأسباب فساعة كل شيء وارد طبعا نعم بالانتقال إلى السيحة العراقية تعال أدي اليوم لبنان بيشبه العراق كتير نفس الشي شوف أننا نحن تشابه بس بالعراق بعضنا عايشين أحسن مننا لأنه في مقاومات اقتصادية أهم العراق دولة نفطية تنتج البترول والنفط وتصدر البترول والنفط فعندهم عندهم مقاومات يعني تذكر الحكومة العراقية حكومة مصطفى الكاظمي هي التي تزود هي التي أعطت لبنان جزء من الفئولة حتى نضوي كهرباء في فترات الأخيرة يعني طبعا بأسعار أظن أسعار متهاودة مني ذاكر سيط العقد كيف كانت فنحن بين العراق وبين لبنان تشابهة المقدمات وتشابهة النتائج أيضا بمعنى بالعراق العام الماضي كان فيه انتفاضة كان فيه ثورة في المدن العراقية على الحكومة وعلى الواقع القائم في العراق واستطاعت هذه الانتفاضة والثورة أن تحقق إنجازات معينة كانت خلاصتها بالانتخابات التي جرت في تشرين الأول أكتوبر من العام 2021 والانتخابات يومها تمخضت في العراق عن عدم فوز أي أكثرية يعني الحلفاء إيران ما قدروا أخذوا أكثرية والفريق الآخر لا يستطيع أن يشكل السلطة بدون حلفاء إيران أيضا لهن أيضا متعددين يعني مقتضى الصدر وجماعته والحزب الديمقراطي الكردستاني واللي معه والإتلافات الأخرى فعندنا في لبنان نفس الموضوع كان عندنا انتفاضة أو ثورة 17 تشرين وبعد سنتين تمخضت هذه عن الانتخابات التي حصلت وأيضا ما في أكترية لأي فريق فنعم هناك تشابه في المقدمات وهناك تشابه في النتيجة للأسف العراق إلى الآن يعني إذا عم نحكي من تشرين لهلا نحن عم نحكي بشيء سبعة وشهر تقريبا أو أكتر في حالة شلل في حالة استطاعوا أن ينتخبوا رئيس للمجلس النية بالعراقي ولم يستطيعوا أن ينتخبوا رئيس جمهورية وبالتالي تعطى المسار تشكيل الحكومة بالعراق بعده إلى الآن مصطفى الكاظم يحكم تصريف أعمال هل نحن في لبنان سننحو بهذا الاتجاه بمعنى أنه في جلسة رح يحددها الرئيس بري خلال المهنة الدستورية للمجلس ويبدو إلى الآن كما تقول طبعا كما يقول المطلعون والمتابعون الرئيس بري عنده 65 صوت بيعطوه كرئيس مجلس 65 بقصد أنه فيه من 65 مطلوع نعم يعني نحن الأكترية المطلقة 64 زائد 1 هذه مؤمنة أنا ما عندي فكرة بالنص الدستوري إذا كان انتخاب رئيس المجلس يحتاج إلى الأكترية المطلقة أم لا أم أنه ما بصير فيه أكترية معينة هو بحاجة لألا بأول دورة أو تاني دورة وبالتالتي بيطلع بالأكترية بأكترية الحاضرين صح ولكن رح يقبل الرئيس بري أنه ينتخب بخمسين صور فيه واقعية هلا بيقبل أو ما بيقبل فيه واقعية وإلا لذلك نحن عم نقول البلد رح يكون جمدان ورح يكون حالة مراوحة إذا ما قبل الرئيس بري بهذا الواقع شو اللي بدي يصير بدي يصير حالة جمود أنا بتقديري فيه رئاسة الحكومة بس 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 هذا الاستحقاق هذا استحقاق رئاسة المجلس بيقطع منه مشكلة كبيرة الإشكالية الأكبر والأهم أنا برأييه في مسألة تسمية شخصية لرئاسة الحكومة ولاحقا بعد منه مباشرة تشكيل الحكومة وهو هذا الأخطر والأسعار تعتقد اليوم من بعد يلي صار بآخر جلسة من موضوع الكهرباء يلي شوي وطر وطر كتير مش شوي الجو بين الرئيس مئاتي والطيار الوطني الحر بموضوع طرح على الرئيس مئاتي تغيير قائد الجيش ويلي ما عرض على جدوى العمال لأنه وجه برفض من قبل الرئيس مئاتي كل هايدي الأمور بواعف إذا فينا نقول طيّرت الرئيس مئاتي عن المرحلة المخبرة هلأ أنا أقول أكثر من هيك يعني هايدي جزء من ما صار من ما صار أنه بعاد إذا بدك الرئيس مئاتي ولكن حتى النتائج ذاتها يعني في قوة مع العلم بالمرحلة قبل الانتخابات كان الكل بقول ما فيه إلا الرئيس مئاتي الضغط حتى نتائج الانتخابات ذاتها هذه النتائج أوجلت شريحة اللي عم نسميه قوة تغييرية التي تريد كانت رافع شعار كلهم يعني كلهم فهي تعتبر الرئيس مئاتي جزء من واحد منهم أيها بالضبط جزء من السلطة وجزء من المسؤولين عن ما وصل إليه البلد صحة وأيضا بين مزوجين البعض يتهمه بالفساد أيضا أنهم من منظومة الفساد وبالتالي ما بيعطيه أتت هذه الملفات التي تتحدث عنها ومن الملفة الحقيقة أن يتم طرح مثلا تغيير أو تعيين قائد جديد للجيش في آخر جلسة للحكومة صحيح وبعد انتخابات نيابية الأصل هذا الموضوع أن يترك للحكم المقبل للحكومة المقبلة وخاصة حتى مش بس الحكومة المقبلة في رئيس جمهورية مقبل أيضا بنهاية الصيف أول أول خريف الأصل أن يبقى هذا الموضوع إلى ذاك الوقت يعني للأسف الحرتاءات الداخلية اللبنانية دايما بتفوت على الخارج حرتاءات أو الطيار دايما بده يقدم أدمة فيه من هيدا الدولة أبل ما يفل هيدا طبعا بالسياسة شوف أنا بقول التيار وغير التيار بالسياسة أي واحد بيقدر ياخذ ما بيأثر ولكن عند التيار الوطن الحور بارزة وواضحة أكتر من غيره بكتير وقحة أنا لا أتبنى أنا بقول أنا ما أتبنى هالتأمير أنا أنا بقول على حاتك أنت تفضل فبالتالي بالتالي نعم هيدا مسار يمكن أن يقصي الرئيس ميقاتي لاحقا خارج السباق لرئاسة الحكومة لكن الإشكالية الشخصيات الأخرى المطروحة أو التي يمكن أن تطرح لا تحضر بإجماع ربما قد يكون الرئيس ميقاتي بين الجميع هو الأكثر قبولا لاحقا فهذه إشكالية ستواجه أيضا يعني علينا أن نتخيل أيضا بكرة بالاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية رح تشوف كيف رح تتشتت الأصوات صحيح يعني كنا نشوف بالأول إسمان أيوة بيبقى في إسمان وبيبقى والله واحد منهم بياخد مية مية وعشرة مية وعشرين صحيح واحد بياخد له كم صوت آخر مرة بحكومة حسان ديابو الرئيس ميقاتي شوي الأمور أخذت منحة شوي مختلف الآن في هذه الدورة الأمور قد تكون شتت أكثر بكثير إلا إذا برجع أقول إلا إذا حصلت تفاهمات بين القوى التي تشكل اليوم المجلس النيابي والمسؤولة لاحقا عن تشكيل الحكومة وتكوين السلطة في البلد الاستحاقات الإدمية الاقتصادية بتحمل حكومة تصريف أعمال ولا بحاجة لحكومة دراوية؟ لا بحاجة لحكومة أصيلة رح نقدر نوصل لحكومة صعب صعب جدا رئاسة الجمهورية صعب في ظل المواقف عالية السقف طالما في مواقف عالية السقف صعب جدا رئاسة الجمهورية رح يتم هذا الاستحاق بوقته؟ يجب أن يتم في وقته لأنه ليس هناك ما يعيقه طب إذا حسب الله عطل حتى الرئاسي وصلنا من تعطيل كل البلد منيح وصلنا إلى تعطيل كمية رئاسة الجمهورية أي أقرب نوصل له أكتر؟ مؤتمر تأسيسي أو ما بعرف شو أو مطالبة بانتخابات لأنه حتى المطالبة بانتخابات يعني اليوم عم ترجع هي زيتها يعني بدك تقول لي أنه اليوم 27 نائب الشيعي رح يتغير شي فيهم؟ في ضوء آه ممكن ممكن يتغير شيء فيهم أنه المزاج العام الشيعي في الدورة الأخيرة على المتنزار لأنه بالضبط هو لم يذهب للاختراع ضد حزب الله وضد سلاح حزب الله لكنه وجه رسالة في أغلب الدوائر ذات الكثافة الشيعية لم يكن مستوى الاقتراع بالمستوى المطلوب بأغلب الدوائر في الجنوب أو في بعلبك أو في حتى بجبال فهذه رسالة وأنا تقديري الآن حزب الله يقرأها ويجب أن يقرأها فهذه نقطة المسألة الثانية حتى النتائج التي تمخضت عنها الانتخابات من ناحية نعم والنقطة الثانية الظروف والواقع الإقليمي الذي نعيشه الآن أنا تقديري لم يعد يسمح بطرح مؤتمر تأسيسي في البلد لم يعد يسمح بوضع بطرح مؤتمر تأسيسي في لبنان الموضوع الإقليمي ولا حزب الله ما بعد خسارته نتائج الانتخابات الداخلية بالنيابة حزب الله كفريق عريض خسر الأكثرية هو حافظ على عدد كتلته هو حافظ على كل النواب الشيعة بينه وبين أمل لكن التحالف العريض خسره إذا صحت الأخبار التي تحدثت عن تشكيل كتلة مرتبطة بدمشق مباشرة دون تنسيق مع الحزب فهذا يعني هناك تباين بين دمشق وبين حزب الله على الرغم من التحالف العريض اللي شاهدناه خلال السنوات السياسي ليس فيها لا صديق دائم صحيح ولا خصم دائم مصالح دائم مصالح دائم بالزبط فبالتالي نتائج الانتخابات من ناحية والواقع الإقليمي للضاغط من ناحية لأنه كمان على مستوى الإقليم صار في توازن عند القوى الإقليمية الوازنة في توازن فأنا بتقديري هذان الأمران لا يساعدان على أقل في المرحلة المقبلة السنوات المقبلة على طرح صيغة مؤتمر تأسيسي لكن هذا يحتاج إلى تفاهمات ضمن صقف اتفاق الطائف والدستور الحالي وإلا من ظلنا عايشين حالة شلل أنا مضطر أختم مع حضرتك ولكن قبل ما أختم حضرتك والد رايحانة البروديوسر والمعدة ببرنامج الحكيم السياسي يعني على قد تجربة المتواضعة أنا بدي أهنيك الله يحفظك بدي أقول لك يعني واضح صار هالشطارة وكل هالمن وين وتأكد أنه برنامج الحكيم السياسي لولا من رايحانة ما كان بهالصورة شكرا كتير أستاذ جيمي طبعا لحضرتك وشهادة أفتخر بها من جنابك الكريم بكريمتي الله يخليك بريحانة وشكر أيضا هذه متواضعة يعني هيك وشكر أيضا موصول لصوت لبنان هذا الصوت الوطني والصوت العاقل والصوت صاحب الحكمة في ظل هذا الخطاب للأسف التوتير الذي يستخدمه كثير من الناس في هذا البلد حتى لو كان على حساب الوطن فبهنيك وبهني صوت لبنان شكرا لك شهادة شكرا مرسي كتير ونشكر كمان فريق العمل وأنطوني مرعيب وكل مشاهدينا الكرام لهوم نكون وصلنا لختام حلقة البرنامج الحكيم السياسي ونلتقى بكرة أزاق الله راد اشتركوا في القناة